موسيقى تحية لكم مشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع مجلة The Atlantic الأمريكية التي نشرت مقالة لدومينيك تيرني بعنوان نهاية البداية في سوريا أشار فيه الكاتب إلى أن الحرب التي تعصف بسوريا منذ سنوات وقال إنه لا يبدو أن نهاية هذه الحرب الكارثية تلحو في الأفق وتساءل الكاتب عن إمكانية انتهاء الحرب في ظل وقف إطلاق النار الجزئي ومحادثات السلام الجارية في جينيف وقال الكاتب أن القوى العظمى تمتلك المفتاح لصفقة يكون من شأنها وضو حد للحرب ولكن هناك عقابات تحول دون التواصل لاتفاق نهائي وهناك احتمالات كبيرة للعودة إلى حرب غير مقيدة وأضاف تيرني أن فرص السلام بسوريا لا تزال ضئيلة وأنه ليس من الصعب معرفة السبب وراء ذلك فكيف يفترض بمجموعة تتقاتل منذ سنوات أن تضع أسلحتها جانبا وتحكم معا وأشار إلى أن مفاوضات جينيف تبدو غير مجدية وأنه من السهل أن تتبدد الآمال في التواصل لاتفاق عن طريق التفاوض وذلك لأن طلبات كل الأطراف تبدو مستحيلة ولأن الحكومة السورية ترفض حتى التحدث بشكل مباشر مع المعارضة وأضح الكاتب أن من المجتمع الدولي قد يكون بصدد الانتهاء في المرحلة الأولى من الحرب التي سعت فيها جميع الأطراف لتحقيق نصر حاسم وأن التركيز في المرحلة القادمة سينصب على كيفية مواجهة كل من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وأشار إلى أن العالم قد يلحظ بدايات اتفاق رسمي لانتقال السلطة السياسية وربما لعزل الرئيس السوري بشار الأسد وبالتالي احتمال استقرار الأوضاع في سوريا ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رسالة من مهاجر سوريا إلى الاتحاد الأوروبي مفعمة بالمشاعر الجياشة باللغة العربية مصحوبة بترجمة بالإنجليزية وروت المهاجراء التي اكتفت الصحيفة بنشر اسمها الأول وهو ليلة نزولا عند رغبتها قصة هروبها هي وأسرتها من موطنها بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا وما واجهوه من صعاب حتى وصلوا عبر تركيا إلى مخيم إدوميني اليوناني على الحدود مع مقادونيا وقالت ليلة البالغة من العمر تسعة وثلاثين عاما إنها كردية من الحسكة فرت هي وعائلتها من هناك عندما دخل تنظيم الدولة الإسلامية المدينة التي كانت تعيش تحت رحمة القوات الكردية حيات صعبة جدا واردفت قائلا إنهم هربوا من الحرب في بلدهم لكن الاتحاد الأوروبي يشن عليهم الآن حربا نفسية عبر شائعات بأنه سيسمح لهم بالدخول إلى أوروبا ثم سرعا ما ينبر القادة الأوروبيين بقتل ذلك الأمل وأشارت المهاجر السورية برسالتها إلى أن لها ستة إخوة وأخوات يقيمون بألمانيا وتريد أن تلتحق بهم مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يبقيهم منفصلين بتوزيعهم بين بلدانه وقالت أيضا في بلدنا رفضنا أن يفصل بيننا هل سنقبل بذلك هنا الجميع في أديموني لا يريدون سوى أن يلتحقوا بعوائلهم وإلا لما جازفوا بهذه الرحلة الحافة والمحافلة بالمخاطر من أجل لم شملهم بعوائلهم وفي لهجة مستعطفة قالت ليلى وهي مصففة للشعر أريد من جميع القادة بأوروبا أن يسمعوني إذا كان أي منهم يوافق على الانفصال عن ابنه أو أخيه أو أخته أو أبناء وبنات أعمامه وأخواله فسأفعل شيئاته وفي موقع تورك بريسا نقرأ مقالا لمصطفى القاسم بعنوان أبحث عن مدير الروليت حيث يتساءل المتابعي الأخبار في بقاع مختلفة من العالم اليوم هل أصيب العالم بالانفصام؟ فبينما يرتجف أوباما آخر محتويات فينجان قهوته الصباحي يصرح الأسد فقد شرعيته بلى 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 وبينما يستوفي بوتين حصته الصباحية من فوت كالشجاعة يصرح الأسد رئيس شرعي بلى 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 وبعد اجتماعه بلافروف وقبل أن يصل كيري إلى واشنطن يسرب اتفقنا على رحيل الأسد وقبل وصوله إلى واشنطن أيضا يصرح لافروف لا صحة لوجود اتفاق على رحيل الأسد ويتنوب السياسيون البريطانيون والفرنسيون والألمان على التصريح على أن الأسد عليه أن يرحل يتمكن العالم من القضاء على الإرهاب بينما الأجهزة البريطانية والفرنسية والألمانية والإسرائيلية تعمل على أساس الأسد ركيزة في المنطقة للقضاء على الإرهاب في سوريا حيث يدوي القصف يشعر الشعب السوري أن التصريحات الجهات المذكورة باتت أكثر أذية من قصف الطائرات الروسية والأسئلة تزدحم في الأذهان لماذا هذا التناقض لا شك أن الدورة المسرحية الأمريكية المطالبة برحيل الأسد عن طريق التصريحات إنما يرمي إلى احتواء الدول المتضررة فعليا من ممارسات الأسد واستجرارها بالتبعية إلى الإملاءات الأمريكية التي تظهر رويدا رويدا بصيغة اتفاقات دولية مع الدب الروسي صعب المرس ويختم الكاتب متسائلا لكن من هو المدير الحقيقي لهذه الأزمة وما مصلحة العالم في السمح له بالاستمرار في إدارتها بهذه الطريقة وهل سيستطيع العالم إعادة تكريس مفهوم العدالة بينما يرى العالم هذه الجرائم تعاقب وتعاقب بالمكافأة وهل يستحق طاغية أي أن تكون خدماته أن يضع العالم في مقامرة رويدا روسية ونطالع في صحيفة العرب القطرية مقالا لياسر الزعاترة بعنوان لعنة الشرق الأوسط في عقيدة أوباما أشار فيه الكاتب إلى أن صورة قاتمة تلك التي رسمها أوباما عن الشرق الأوسط في حواراته المطولة مع جيفري جولد بيرغ بعنوان عقيدة أوباما ونشرتها أطلانتك وهي صورة يصعب تجميع خيوطها في مقالة قصيرة لكننا سنحاول ذلك بعبارات سريعة ليست إسرائيل هي سبب مشاكل الشرق الأوسط وإنما المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المسلمون هي مشاكل في الحكم وعدم إصلاح بعض طيارات الإسلام بشكل يخول الناس تطوير عقائدهم الدينية لتتماشى مع الحدثة وقادة الشرق الأوسط أنفسهم هم مصدر بعض أعمق الخيبات ومنهم نتنياهو كما يثير القادة الآخرون حفيظته كثيرا يرى أوباما أن هزيمة تنظيم الدولة أهم للولايات المتحدة من إسقاط الأسد وبأن الشرق الأوسط لا يمكن إصلاحه خلال رئاسته ولا حتى خلال الجيل القادم يعتقد أوباما أن القبيلة هي أحد أكثر القوى تدميرا في الشرق الأوسط وهي قوى لا يمكن لرئيس أن يحيدها لذا يأتي قتال تنظيم الدولة كأهم أولوية لبقية رئاسته الشرق الأوسط لم يعد أهمية كبرى للمصالح الأمريكية وحتى إن كان مهم جدا فلن يكون بإمكان رئيس أمريكي القيام بالكثير لجعله مكانا أفضل ويختم الكاتب القول لو رفع الغرب على رأسه أمريكا يده عن الشرق الأوسط لكانت فرصتها في التقدم كبيرة بينما تملك من ثروات وأمكانات لكنه لم يفعل سابقا ولن يفعل الآن حتى لو غادرت موقعها كأولوية بالنسبة إليه وختام حلقة اليوم مع افتتاحية في جريدة حبر بعنوان نظرية الحل ترى فيها الجريدة بأننا كسوريين دائما ما نبحث عن الحلول المثالية الحلول التي لا تقبل النقص والتي تتوجه نحو كمال أسطوري يتوج عادة بفشل في إيجاد الحل أو خيبة مؤلمة لمخالفته لما هو متوقع علينا أن نعامل الأمور بواقعية والأشخاص بواقعية أكثر إذا أردنا النجاح وعدم الإصابة بخيبات أمل علينا عدم تجاوز حاجات الناس الأساسية عندما نطلب مساعدتهم مهما كانوا أو فيها فاحتياجات الحياة باستطاعتها أن تغيرهم في وقت ما ولن يكونوا عندها مقصرين أو خوانا وإنما ستكون أنت من لم يحسن تقدير الأمور وطلبت من الناس ما لا يستطيعون تقديمه وأجابك يومها بروح الحماسة أنهم سيواصلون إياك أن تشتري من أحد ما لا تستطيع بيعه عليك أن تستخدم أساليب الإقناع التقليدية في استهدافك لشركائك ولكن ضع قيامك في المقدمة دون أن تفرط في استخدام جميع الوسائل الأخرى تقبل أن يخطئ الناس ويتعلموا وربما يتصرفون بأفعال وعاطفة ويتأثرون بمحيطهم وجميع الأفكار المسيطرة على هذا المحيط فلا تتوقع منهم المختلف حتى وإن كان هناك بعض المتميزين فمعاملهم فتعاملهم كمتميزين وليس كحالات طبيعية ركز على مواصفات الشريحة العظمى فهي التي تصنع تغيير وليس من يسمون بالنخبة فالنخبة الحقيقية هي الفئة القادرة على التعامل مع البسطاء وقيادتهم للحلول وليس التنظير والتعالي عليهم وتقديم الحلول الجاهزة كوصفات الخبراء اصنع الكثير من الحلول بدلا من أن تبحث عنها بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة